الاتحاد الأوروبي أن الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين في اجتماعها بالعاصمة البلجيكية بروكسل وتضم مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين 15 عضوا منهما الولايات المتحدة وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله غادر أمس رام الله متجها إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع يرافقه وزير خارجيته رياض المالكي ومن المقرر أن يلتقي الحمد الله ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات للفلسطينيين